الحودة إلى الوطن الأم والاجتماع مع أفراد العائلة خلال فترة عيد الربيع وغيره من الأعياد الصينية يعتبر أمرا بالغة الأهمية بالنسبة إلى الصينيين المغتربين لكنه يصبح أهم لأولئك الذين يعيشون أو يعملون في بلدان الحروب والهجمات عبد الرب صيني من منطقة سينتيان ذات يد الحكم لقومية الويغور في الصين يقيم في كابل العاصم الأفغانية بسبب عمل أبيه هناك ولد عبد الرب ونشأ في أفغانستان وقد عاد إلى وطنه الأم والصين لأول مرة عندما بلغت سعة من عمره خلال فترة عيد الربيع الصينية عندما وصلنا إلى الصين كانت لألعاب نارية في كل مكان حسبناها لإطلاق نار كما هو الحال في الأفغانستان لكننا عرفنا لاحقا أنها ليس كذلك خلال عيشه في أفغانستان كان عبد الرب يتحدث الويغورية في البيت والأردو خارجه ولم تسنح له الفرصة لسماع اللغة الصينية إلا عند بلغه التسعة عند أول رحلة عودة إلى الوطن الأم زارنا أحد زملاء الأبي من قومية حن في بيتنا بينما كانت حدثاني باللغة الصينية كنت أنا وإخواني أضحك وكنت أتسأل عن هذه اللغة وعن محتوى حديثهما لاحقا بدأنا بتعلم تدريجيا وعرفنا أنها لغة جميلة جدا وقد شجعنا والدنا على تعلم لغة الصينية عادت عائلة عبد الرب للصين منذ سنوات أما هو فقد استقر في أفغانستان للعمل في شركة صينية وقد قال إن والده يذكره دائما بضرورة الاعتناء بنفسه والحفاظ على سلامته في بلد الحياة فيه صعبة والمخاطر كثيرة مثل أفغانستان تقولي عائلتي دائما أن السين أحسن لأنها تتمنى العمنة والسلامة الموظفين قبل كل شيء أشكر عائلتي على اهتمامها البالغ بعملي وحياتي فلولا اهتمامهم لما شعرت بدفع في المكان عملي هذا البعيد عن وطني شكرا